وما زلنا عزيزي الطالب نعيش في رحاب الخصائص القرآنية التي امتاز بها القرآن الكريم عن غيره من المصادر القرآن الكريم يمثل أحد مصادر الدعوة وخصائصها كما قلنا وما زال حديثنا فيه ولنبدأ الآن ببيان خاصية التوازن التوازن يعني الانسجام والترابط والتآلف أو الائتلاف بين أجزاء الشيء هذا التعريف عام يقال الشيء منسجم يعني مؤتلف ويقابل الانسجام والائتلاف التنافر والاختلاف وحاش لله أن يكون القرآن بهذه الخاصية وإنما خاصية القرآن هي الترابط والانسجام والاتلاف بين آياته وسوره وكلماته يقول تبارك وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم والترابط بين هذه الآية وبين خاصية التوازن أن الله تبارك وتعالى قد جعل كل شيء في الكون منظم دقيق والكون كونان كون الله المرئي وهو السماء والجبال والبحار ومخلوقات الله عز وجل بعظمتها وانسجامها وترابطها وكذلك القرآن الكريم منسجم انسجام السماوات العلا والجبال الرواسي كذلك من خصائص القرآن خاصية العملية ومعنى العملية أي أن القرآن الكريم صالح للتطبيق والعمل به في كل زمان ومكان فالقرآن لم يتوقف أبدا عند زمن معين ولا مرحلة معينة ولا يجتمل القرآن على موضوع واحد معين وإنما القرآن قد اجتمل كما قلنا على كل ما يحتاج إليه البشر إن خاصية العملية هي من أعظم ثمرات ونتائج هذا القرآن لأن القرآن قد جمع كل ما يحتاج إليه البشر ولولا خاصية العملية أي لولا أن القرآن الكريم عملي لم تكن هذه الخصيصة من خصائص القرآن مؤكدة على منابع الدعوة ولم تكن الدعوة لتنطلق إلا بهذه الخصائص يقول تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كلام الله واسع كلام الله عظيم لا يمكن لبشر أن يحيط به كذلك من خصائص القرآن الكريم خاصية الإعجاز المعجزة هي الأمر الثابت الذي يوقعه الله عز وجل في قلب المتحدى أو المتحدى المتحدى بالقرآن تحداه الله عز وجل بالإعجاز فالمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمده الله تبارك وتعالى بهذه الخاصية القرآن فالقرآن معجز بلفظه ومعناه ومعجز إعجازا لا يمكن لبشر أن يقاوم هذا الإعجاز قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والله تبارك وتعالى قد تحدى العربة بأن يأتب مثل آية منه أو بأن يأتب مثل سورة منه أو بأن يأتب مثل القرآن كما قال ربنا تبارك وتعالى إذن الإعجاز يعني إظهار عجز البشر بتحديهم بالإتيان بمثل القرآن شكلا ومضمونة ويمكن إجمال أوجه أو بعض الأوجه بعض أوجه الإعجاز القرآني في عدة نقاط القرآن معجز ببيانه ولفظه وتعبيراته معجز بتشريعاته التي اجتمل عليها القرآن فشريعة القرآن لا يمكن أن تتخطى جانبا من جوانب الحياة البشرية إلا وقد اجتملت كذلك القرآن معجز بإخباره عن الغيب والقرآن معجز إعجازا علميا وما زال البشر إلى قيام الساعة يغترفون من فيض نوره وفيض علمه وبهذا نكون قد وقفنا على خصائص القرآن الكريم كمصدر من مصادر الدعوة الإسلامية وإلى مصدر آخر من مصادر الدعوة الإسلامية